السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في هذا الفيديو بتنظر على النصائح أو الأشياء يجب عدم فعلها في فرنسا كيفما كتعرفوا أي مختارب كيجي لفرنسا كيتبتلوا عليه بزاف الحوايج وبما أنك جيت لأوروبا فكين أشياء تختلف عن بلد العربية اللي انتنا فيها تقاليد مختلفة والسياسة مختلفة وقوانين مختلفة ولهذا فأنا غنطرق بعض الأشياء اللي هي أساسية شايفاها أنا ممكنين بالزاف وإنما نختارت الحوايجي هما قدوا يطيحوا الواحد في البروبليم هو مسكين غير نية من بالأشياء أنك ما تقيش ولدات صغر نتوش با لزنفون ما تديش داك لي بيزو ولا كيب التعناق أو لا تقرب ليه أو لا تهدر معاه حيتاش هذا بالنسبة للفرنساويين يقدر يعتبروه أنك محاولة تخطف خصوصا يشوفوك عربي ولا إفريقي ولا بين عليك مسلمة أو لا مسلم فقدوا يقولوا له هذا بغي يخطف لنا ولدنا أو لا بغي يتحرش لنا بولدنا أنا أغسل مو ولا واحد بغي يخطف لي يا ولدي مني وجبد أنا ما بغيتش حدي يمس لي يا بناتي ولا ولادي ولا يبوسهم ولا يعنقهم دابا المجتمع ولا شي كنسمعوه في المؤخرا رجع كيخلع فذك الشي اللي عندنا مثلا في المغرب في الحومة تشوفوا لي يتصغير و تقولوا ما شاء الله مزيون الله يصخر وتبوسوا هنا ما كاينش هنا ما تعملوش وخيكون هدك زميلك في الخدمة وش توليداتو دلوان صايم بلا ما تبوسهم بلا ما تعنقهم غي يحتبروها يعني أنك لبستي لهم بستي لهم ولادهم غي يحتبروها في شكل فهم الأحسن أنك ما تقص شو ليدة صغار خليدك شي من بعيد لبعيد تفاديا لأي مشاكل من بين الأشياء أو تانيك نهضرو الحاجة اللي عندنا في المغرب أو في بلدان عربية القطط الشوارع أو الكلاب الشوارع ما عندهم لا عناية لا اهتمام تشوف الكلب تخلع منه وتقدر تضربو ولا تقدر كين اللي كيركلو موحنا في الدين الإسلامي راهات شي حرام وما ما كان ديروش ولكن كين الناس اللي يهديهم اللي كيتعاملوا مع القطط أو مع الكلاب بطريقة عنيفة وهنا في فرنسا ما كيدحكوش عندهم قوانينهم وكي يحتبرو الكلاب أو للقطط أو للحيونة الأليفة شخص من العائلة بحالة ضربتلو ولدو ولا بنتو ولا أمها ولا بباها تبغي قاعد تقدر تفضلو على إنسان على بني آدم فلهذا اردو البال مع الحيوانات ما تقربو لهم ما يقربو لكم لكن تبغيوهم تقدو تقسو متتخفوش منهم فكونوا سامبا معهم ومن الأحسن ما يعني من ذاك الشي اللي كيديروهم بعض الناس اللي يهديهم في الدول العربية هنا ما كيكونش غادي يقدو يحاكموك يقدو يقدوك توصل لشي بلاسة بعيدة غير أنك أركلتي ولا ضربتي شي قطة ولا شي كلب مثلا جا عند الدفلة سانسور شفتي حيوان من هذه الحيوانات الأليفة و أحضيته بركلة را غادي تدير لك تتابعك قضائيا من بين الأشياء العوتاني اللي ممنوعة هنا في فرنسا أو لما غسكش تديرها فيما كنتي ماشي غير في فرنسا ولكن في فرنسا كتر قول في فرنسا كتر حداري حداري بالنسبة الرجال مع النساء النساء هنا يا كيف ما كتسمعوا مشاهير شو نقع لهم بايب وحدا ضحكات لي كنتدماتك فما بارك اللي كنتي تحرشت بيها أولا لمستيها بيدك أولا غير هضرتي أولاد عملتي شي حاجة خيبة فهو دوس لي فاسون راح نعارفين ما كننظر لكمش دابع للحلال والحرام راح عارفين باللي هاتش حرام ولكنكي قرى بلد الحرية ندير ما بغيت نسهنى عريانين إيه عريانين ولكن تناعه وتاني غسك تعرف ما نقول لكش غض الباصر غض الباصرية ما توصلش مرحلة انك تتصر ولا ترميل هضرة في بلدنا العربية مل في لسان كي يشوف بعينه وكي أدي باللسانه انتي طويلة انتي قصيرة اغلادة هاد شي ما كاينشنا فرنسا هنا وحدا زميلة ديالك تحرشت بيها ولا ضحكت معاها ولا قصت لها يديها تقدر تدعيك مهم العيالات بعيدوا منهم وخصوصا هنا فرنسا يقدوا خادرتي ولا مدرتيش تقدر تبلع بيك وتقول لك اخدا صبتيني ولا عملتيني وخد تتعرض عليك للدار المهم را الخبار في راسكم ورا عارفين شو نوقع على بزاف ديال الناس مشاهير في مدين كثيرة هنا في فرنسا ومازالي مزرفين بهذه القضايا ديال النساء وحقوق النساء من بالاشياء العوتاني اللي عندنا احنا في الدول العربية عادي وهنا يانلا يمني كتوقع عليك واحد سؤتة فهم عاشي شخص جارك شي حاد فمثلا في الميترو في اي بلاسارة كين ناس كيستفزوك اللي دم مسخون خصو قاعوا هنتي نو وصلت المرحلة انك غدابز فالدابز غيب لسانك هنا في فرنسا كي الدابز عندهم السم البارد يعطيك ويواطيك بلسانه وما يوصل لكش ما يوصلوش الضاريبة لو وصلتي الضاريبة كتوصل البوليس وكتوصل حاجة اخرى بما انه افرانسي وانت اجنابي فمشيتي فيها فمن الاحسن حتى لو وصلت لشي حد تعدى عليك او لا ظلمك ولا شي حاجة لسان 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 لك انت غدي تجيب حقك بلسانك جيبو سينو ارى القانون غد جيب حقك بالقانون ما كايين لاش وقد كنت صاحب حقك وتضربو رامشي امشيتي فيها فمن الاحسن قدك تضارب للي الدين والدابز بلي الدين والتناتف ما كايينش هنا في فرنسا من الاحسن بعدو من هادي القاعدة الخايبة بزاف ومن بين الاشياء عاو تاني اللي كيديروها بزاف دي المغتاربين هي الميترو قاضية الميترو خسكم تشندبو انكم تركبو بلا تذكيره ما تجيوش حارقين تذكير خصوصا 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 لناس لي معدهمش الغراق لانا دا بارجعو الكنتخوليغ كايين كونتخوليغ وكاي معهم لي بوليس فغادي دارتي واحد لاموند غاي عدوك لاموند توتسويت دام مثلا تذكيره دا بحالين كدار اورو تمانين الاموند ترجع مئة وثلاثين اورو ايه ولكن انت ما عندك شده وراق كي يجيبو البوليس تصدق ليك انك ممكن تتعرض قاع للترحيل وخروج من التراب الفرنسي ما لنا عليها راكي عاملوا تذاكر بطريقة يعني معا طريق الجمعيات تتاخدها بموتي بخي والكايين يقاع لي كيديروهم غاتوي وقاع نخلصها ولمشي على رجلي وما نديرش اني منتعرضش لدي المشاكل خصوصا لما كان مش عندي الوراق في حالي توقع لك مشكلة او لمعرفتيش تخلصها كتدر مع الشوفور كتقول له شوف انا يمكن لي انا ما عندي ووالا هش نوقع هش نوقع من محطة لمحطة واش ممكن رنركب تقول لك اه مهم امارا كاعلمتي الشوفور بلي وقاع لك مشكلة او لازربان انا كما خلصيش تتكيره بسبب عندك مشكلة في الكارت بانكير ولا نمبرت كالبروبلم هادي من الناحية ديال المترو وبي ما انا نج بدنا المترو كاين دك لإسكالاتور ديال المترو ولا في سنتر كوميرسيال ولا في نمبرت او تكونو دك الدروج الكهربائيين السلم الكهربائي ولا الإسكالاتور ملك تكون غاتو قف الإسكالاتور بالضبط بخوص التفاعل اليمن كيف تكونون الناس يزرباني اللي مسافرين إيميش يزربان على الخدمة كيف يمشي كي جرين إنت انا واقف بالشوية عليك كي يزربان كي يجد نالي تران إيميش ترتين und تركي خفوصا فدول المدن الكوبرة بح الباريس وليون وبوردو والناس ما كانت يجري علي ينجري عليك ماشي بحالنا في المغرب عندنا السبعة السبعة والسبعة هي تسعود لله فا او موا او موا باش كوم متحدر ومظال اكتبان انك عارف كومنسا مخشان فرانس شد ليمين وخلي الناس اللي بغي يهبط على خاطره اللي بغي يطلع على خاطره انكوغ اب خوبو دعوتاني ديال المترو قولنا عوتاني بالنسبة الانتظار في الصف يعني احترام طابور سوى كتنا تتنا التذكيرها ولا غادي تشري كتنا لا كاس فما كاناش بحال في المغرب زيد يالله تسبق على البنادم هادا ندور وجهو تاخد له بلاستو لا 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 هادشي ما كاينش ولا حصلك را غادي تسمع شي كلام عمرك ما سمعتو وغادي تصدق عوتاني في مدابيزا ولا غادي تطلع فيكو تهبط وتقول بالله تتدخل ما هي مرة كان عارفو حنا يددم ديال العرب كديرا فما كاين لاش ولا ما كاين لاش تتناي وتتناي شي وحدة تسمعك الهضراء ولا شي واحد يسمعك الهضراء فمن احسن احترم الصف وصافي سيبون ساسباس بحالك بحال الناس تنى كانت تنى ربع ساعة أو لنصاعة بحالك بحال الناس احترم الصف من بالاشياء عوتاني اللي خصك سكم تعرفوها قوالين السير ما فيها شتحك ستاسيون مو خصوصان والباركين ديرين توقيت نص ساعة نص ساعة سينو غا تخلص لاموند سواتو تسويت سواء غادي ترجع ماجوغاسيون اللي هي تزياد على لاموند قد تخلص عوتاني اموند على اموند وقوالين السير في فرنسا ما فيهم شتحك وما فيهم شتحك وما فيهم شتخرشيش وعندك شي حد عوتاني يصوك ببيرمي ولا ماشي ماء يصوك بلا ببيرمي فهدي فيها الحبس وفيها غرامة كبيرة بزاف وخصوصان لا شافوك يعني ما عندك شل وراق ولش حاجة ففغيمون قد تتعرض لراسك المشاكل من بين الأشياء عوتاني اللي هي خيبة بزاف وللأسف كنشوفوا بعض المغتربين تطاحوا في هاد الفخ ديال الشيطان اولى صحبة السوء الصحبة السيئة فهي القمر كان يكيمشوا يديروا التيرسي ولا القمر ولا الخيولة ومساكن كيبقوا النهار كامل كيتسنوا هاد الخيل هادا هاد الخيل اللول هاد تاني هاد تالت وكيمشي ودوامة القمار ولا ما عشو اسمي تموهم انتي مشي ودك شي ديال تيرسي ودك شي ديال حك ربح ودك تخرميز ففلوسو كتال خدمتي فلوسهم كاملين كيمشي وتمك ولي وكي جي معاهم ها ها انتنا كتقمر شوية ترجع كتشرب شوية ترجع كتتحشش وانتنا علاش جيتي الأوروبا علاش تغربتي باش تجمع الفلوس وتعاون عائلتك وتدير شي دويرة ولا تعيش وتدير غير أسرها وتعيش مستور أولا تبقى تابع الخيول وتابع الفلوس وتابع الغوف اللخرها وما ناشتهم بعينية عندهم سبعين عام وحياتهم بكلهم تقمروا وما داروا والوا بالعكس خسروا خسروا تالي اللي تزوج فيهم تطلقوا أولادهم سبحوا فيهم يعني انتنا مختاري مختاري بأولا مختاري بدير في برأسك أنك ما تقولش غي مرة نجرب غتجرب مرة غتطح فيها غتطح في ذلك سيستام بعده من هذوك البي اميو ذوك القهوة اللي تكونوا فيهم مهم غتطح فيها تشرب قهوة آه ولكن تقمر إلا غتطح غن ديرها غي مرة أراني ربحت شمع وربحتي حنا كما قول نحنا مسلمين عارفين هات شي حرام وتانيا هات شارع نهايته خيبة بزاف وكنشوف بزاف للأسف كيمشي وغامو كيمشي وداكسك ولا رجوع فالأخوتي إخواتي كانوا هذو بعض النصائح أولى الأشياء اللي الواحد خلصوا يتجنبها في أي مكان وخصوصا في بلد أوروبية بحل فرنسا كنت من الجميع المغتربين الصحة والنجاح والتوفيق من رب العالمين والهداية يا ربي يهدينا أجمعين ويغفر لنا دنوبنا ويرحمنا برحمته ويستعلكم أرزاقكم في أمان الله وحفظه السلام عليكم شكرا